اشتركوا في القناة وضع الاقتصادي ماشيون بالتوازي كأن؟ طبيعي لأنه مثل ما رحنا بنعرف أن الوضع الاقتصادي مأثر على المجتمع والمجتمع بيتكون من مجموعة عيال وهالعيال إذا كانت متماسكة بيكون الوضع الاجتماعي متماسك وهالعيال إذا كانت متفككة بيتفكك الوضع الاجتماعي بشان هيك الكوبل هو نوات يعني هالمجتمع فينا طبيعي هو أساس المجتمع صحيح بشان هيك بينزر المجتمع إذا كان عاطل أو لا من خلال أهم خلايا المؤسستية هي العائلة يعني العائلة هي اللي بتعمل المجتمع هلأ بهالحال اللي راحنا عايشين فيها الوضع الاقتصادي مأثر كتير على العيال بطريقة تأمين مستلزمات الحياة وكيف العيال لازم تتميسك وانه هي العائلة هي مؤسسة أو شركة زي ما نحكي بالتعبير المجهزة وهي بدي يكون فيه إلى إدارة مشان هيك لازم يكون فيه مثلا ثلاث نقاط لشويها العائلة تبقى متماسكة بهذا الظل الوضع الاقتصادي أول شي هي حسن الإدارة العائلة إذا نحكي حسن الإدارة نحكي يعني كأموال يعني كهالعائلة كيف تأمين هالمال لتأمين مستلزمات الحياة الاستمرارية تأمين معيشة الولاد والتاني شي لازم يكون فيه حوار يعني الرجال والمرأة لازم يكون فيه حوار بينتهم ويفهموا أن الوضع الاقتصادي مأثر عليهم تنينتهم مما يعني رح يأثر على الولاد وعلى العائلة وتتفكك إذا ما كانوا بعين ولازم كل واحد يتحمل دوره يعني يلعب دوره يعني رجال في عنده دور يأمن مستلزمات هذه العائلة المرأة عندها دور الإدارة يعني هي المرأة هي موجودة بالبيت هي بتدير أموال البيت هي بتأمن الولاد شو بدهم العائلة شو بدهم هيدا البيت كله شو بدهم هي المديرة هي المديرة هي الأساس لذلك ما يتعدل الزوج على صراحية المرأة والزوجة بهذه الوضع لازم تحترم وضع زوجها وخاصة بهذا الظل الوضع التعيس والتعب الذي يعملون يعني للأسف لأنه بطل فيه حياة نحن عادة منحكي بيها لثلاث نقاط لما بيكون فيه حياة اعتيادية فيها حياة اجتماعية فيها يمكن شوية هيك رفاهية بين مزدوجين يعني يظهروا يروحوا يجوا أو يسافروا وغيروا اليوم نحن بيظل هالظروف الصعبة ما بقى فيه هالحياة صار فيه survival mode يعني كلنا عم نحارب لندل عايشين قدي هالوضع بده نضوج عند الشركين قبل ما يكون فيه نضوج بده نيعرفوا هالشركين مفهوم العائلة شو هي مفهوم الزواج شو هو يعني كتير بيروحوا بيجوزوا بيفتكروا الزواج هو عرس وفرح وصهر وصفر ومش عارفين ان هو الزواج اللي هو أساسة التضحية يعني الرجال بدي يضحك رمي المرأة والمرأة بدي تضحك رمي الرجالة اثنانياتهم بدي يتخلوا عن الأنا يعني ما يفكروا بحالهم أنا مثلا كرجال فكر بمرتي بزوجتي شو لازم أنا أعمل لأردية وهي كمان لازم تعمل نفس الشي بس سراء وضر بس مظبوط هلأ شو بيصير فيه تضحية من الفريقان هون تتماسك العائلة بس إذا أنا بدي أعيش على اللهو والسفر والحياة مادية إذا بدك إحنا كنا عايشين للأسف العائلة الأغلبية كانت عايشة كيف بدأت أمن سفارة كيف بدأت أمن تيبا ومانكسا كانت هيك عايشين هلأ إذا بدك هذا الوضع الاقتصادي من ميلة منيح من ميلة من ميلة منيح لأنه ردنا لحالنا ردنا للأساس الزواج أنه أنا كرجال شو دوري؟ شو دوري غير أنه ضحي كرمال مرت كرمال عائلتي والمرأة شو لازم تعمل بالمقابل لتضحي كرمال عائلتها وتساعد بهذا الأمر عمي بيّن نوعا ما الحب الزائف يلي كان موجود بين هالكوبلز يعني اليوم مثل ما ذكرت استاذ أنه فيه يمكن فينا نشوفه بشكل إيجابي ونجرب أنه ما نخليه يوصل للسلبة أنه نحنا اليوم تزوجنا على أساس حب على أساس شراكة يلي ذكرتها على أساس أنه نحنا عم نأسس عائلة مش بس نحنا عم نشتغل لنفسنا للبراندز للضهرات للشو اوف يعني ويلي كان عنا يهون كتير بلبنان بس هالتغير المفاجئ كمان صعب كان يعني على كل الناس كل الكوبلز من كل الطبقات الاجتماعية يعني هالتغير صار كتير بشكل سريع لكن رح قالك رح صعب صعب على ناس وناس لقالك ناس أنا ذكرت الشهر كتير مهمة أنه الزواج شو مفهوم الزواج كيف لازم يتجوزوا كيف لازم عيشوا مع بعض رحنا بدنا نحكي شوية اللي هي كتير مهمة لواحد يتجنب هذا الوضع الاقتصادي ويتجنب المشاكل الوضع الاقتصادي قبل ما نحكي بالمجوزين نحكي على الإدمين على الزواج الخطاب يعني فترة التعارف مثلا أثناء الفترة تعارف قبل الزواج فترة كتير مهمة يعني الشخص يعرف التاني الشو أوف لازم ما تكون موجودة لازم الأشخاص يكونوا صراحين مع بعض رجال يسارح خطيبة صارح خطيبة أنه أنا وضع المادة هيك نحن فيتين على مؤسسة مؤسسة كتير صعبة مؤسسة الزواج ونقدر نعيش بهذه الطريقة يعني ما يكون فيه شو أوف فيها طلعات ونزلت فيها طلعات ونزلت مش هكذا يجب أن يكون فيه صراحة وبدأ يكون فيه واعي وإدراك يعني في كتير ناس بيتجوزوا يمكن يكون عندهم غاية عندهم منفعة يعني أنا بيجي بتجوز براس إنه أنا بتجوز هذه المرأة لأنه وضع المادة منيح بصير أنا أعمل حالي أنا وضعي أحسن لا قادر أوصل لهذا الزواج بالوقت اللي أنا ما فيه شيء بين إيدي عم يبينه؟ عم يبينه كتير عم يبينه لأنه عم يوصلوا المرأة عم تتفاجأ إنه أنا مجوز رجال وضع المادة مش متل ما وصف لي قبل الزواج وهذا الشخص كان عنده نية يمكن جوزني يمكن لا ياخد جنسية أو يمكن لوضع المادة وأهلي كتير منيح بيقدر يساعدوه عم تكون وسيلة لحياته زبادة كرافة هي أستاذ المشاكل الاقتصادية سبب الرجل أكتر أو المرأة أكتر؟ لا المشاكل الاقتصادية ما فيه سبب الوضع الاقتصادي كمجتمع ما فينا نحكي بهالحالي ما فينا نحكي نفرق بين رجال وما فينا نفرق بين مرأة لازم يكون فيه تعاون بين اتنان والتعاون بين اتنان رح يساعدوه لتأسيس عائلة متماسكة ما بيتعاونوا ولا ورد أي عائلة تستمر يعني إذا المرأة بلا تفتح على حسابها والراجل بلا يفتح على حسابه ما رح يقدروا يوصلوا لنقطة معينة نقطة أنه يقدروا يأمنوا مستلزمات هذه الحياة مشان هيك رحنا منشجع يعني رحنا عنا كمحامين منجربة نحاول أنه هؤلاء الرجال والمرأة قد ما فينا نقدر نقربهم لبعض قد ما فينا نقدر نساعدهم قد ما فينا نشجعهم أو نفهمهم أنه زواج مسؤولية زواج ما لنا رحلة رايحين فيها أو مرحلة تقطة هي من أصعب مؤسسات الحياة بس اليوم الأسباب الاقتصادية هي سبب للطلاق بالأنون هلأ هو رحنا بنعرف الأسباب التقليدية للطلاق الخيانات، الضرب، العنف الأسري، تدخل الأهل، عامل النفس غياب النجل النفس العاطف، الإدماء على المخدرات هؤلاء أسباب تقليدية للطلاق السبب الاقتصادي ما أنه سبب مباشر والسبب الاقتصادي هو بيساهم بتدهور العائلة بينما هذا الوضع الاقتصادي كمان بيساهم بتماسك هذا العائلة هون الأشخاص بديك تشوف أداء هن وعيين يعني إذا الوضع الاقتصادي رح يدمرها العائلة يعني هؤلاء القبل هؤلاء عندهم شيء ضعيف من الأساس وصلوا لمرحلة وانفجروا بينما الوضع الاقتصادي يعني بيؤدي لهالمشاكل يلي ذكرنيها بيؤدي لهالمشاكل إدمانات أو عرف أسري أو عدم مدرة نفسية أو غيره يعني شخص رجالي اللي بيجي على البيت رح يوصل لمرحلة إذا مرته زوجته رح تقول له أنه أنا بدك تأمل لي بدك تأمل لي بدك تأمل لي رح يقول له عتعصيبه أنه يعني أنا مش قادر أعملك شيء طب تيبك روح عند أهلك هالكلمة يمكن أن تأخذها هي ويكون هو يمكن عتعصيبه آلا قدال يوم عم بتصير كتير معناتها عم جاري بإفهم من كلامك استاذ كأنه السيدات هني عم بيكونوا متطلبات أكتر لا بالعاكس وهني عم بيطلبوا أن ينفصلوا بالعاكس في عندك نساء يعني إذا بدي نحكي عن نساء العاملات في عندك نساء وعيين لهذا الوضع مدركين ملتزمين بدورهم بهذه العائلة وحتى لو هني عم بيشتغلون نحن نعرف هلأ صارت المرأة مثل مثل يعني مستقلة عن الرجال ماديا يعني إذا فيك تقول أنه هي كانت تعيل تعال صارت تعيل بظل مثلا فيه رجال تركوا شغلهم هلأ هون فيه دورين فيه مرأة النساء يلي بيقدروا هني يساعدوا رجالهم بيكونوا وعيين على الوضع اللي هنم مشيين فيه وعندك نساء جاهلات يعني بيقول لك أنا ليش هالمصاري بتصرفون عائلتي ما بصرفون على حالي عم تكون عندها أنانية هاو دي يلي بيقدروا في رجال يمكن هني ما بيتقبلوا كمان هالمعبول في رجال أكيدة يعني إذا الرجال كان يشتغل ووقف شغل ومرت وزوجتها عم تشتغل أنه أقل له يقدره الكلمة الحلوة كمان بتساعد شا عم بيصير اليوم بالمحاكم أستاذ قدي عم بتساهموا بالتوعية أنتو كمان رحنا عم نجرب قدمة فينا بس نلاقي أنه في أسباب كتير مقالة طعمة أنه ساعد يرجعوا لبعض بس للأسف يعني إذا بدي أسكر لك الرقم هلأ بالمحكمة الروحية المارونية بس لحالة عندك فوق 700 دعوة مسجلة لسنة 2021 هذه 700 دعوة فاتوا على المحكمة مارونية عدل كاتوليك أرطوديكس الطلاق المدني أكتر من السنين أكتر أكتر بكتير بتخوف نسبة الطلاق ارتفعت 20% هلأ ما عندي إحصائيات ويزارة الدخلية بس غادة عن هاودي عندك ناس اللي بيجوا يستشروكي يلي ما بيفوتوا على المحكمة يستشروكي أنه رحنا وضعنا مقلأز أنا مش قادر أكمل ممرتي منجرأ هالأوضاع منجرأ هالأوضاع سيسليزي يعني اليوم الطلاق ما عم بيحل مشكلة بالعاكس عم بيزيد مشكلة يعني طبعا نحنا ما بنقول لأنه لا ما في ما تطلقوا ولا شي يعني بس نحنا أكيد دايما بنعمل توعي لحتى تظلها العائلة من تميسكي يعني هل الطلاق عم بيحل هالمشكلة لكن في نوعين من الطلاق أو في نوعين من الأشخاص المنع عم بيحل المشكلة هي الأشخاص يلي بيكملوا بتدمير بعضهم بعد الطلاق يعني بيدمروا الولاد بيدمروا حالهم هاو دي وراحين هاو راح يدمروا المجتمع بالنهاية لأنهو الأولاد يلي عم بيعيشوا بظل عائلة متفككة معروف شو راح يكونوا مستقبلهم وعندك العائلة اللي فعلا بتروح على الطلاق بس عائلة مرتبة يعني بيفهموا الوضع نروح أنا وياك كشخصين كاكابل مش قادرين نكمل ما بعد بس في عنا هالولاد احنا منسهم اتنينتنا لنقدر نساعد هالولاد لكونوا فعلا زهرة مرتبة بالمجتمع ولأ مع تفشي الكورونا من أول وجديد ضروري نرجع نوعي على هالموضوع لحتى عن جد نكون عام نخفف من هالقافية اللي هي قافية التعنيف من كل أصنافه وأنواعه بقلب البيوت بدأ أشكرك المحمد الأستاذ إلي رحمي يعني اليوم هيك كانت شوية حلقة طوعوية أنونية لحتى نخفف من هالقافية شكرا لك ينعاد عليك رح ناخد بريك وامنشى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة